اهلا بكم الى موجز اخبار الان فرض تنظيم داعش في درع مجموعة من الرسوم والقوانين على سكان منطقة حوض جنوب سوريا ويأتي ذلك بعد احتلال التنظيم لقرن في الريف الغربي ووفق احد سكان بلدة تسيل فان التنظيم فرض مؤخرا مجموعة من الضرائب على بعض الخدمات غير المتوفرة على سكان منطقة تشمل خدمات الكهرباء والماء ورسوم النظافة والتي تعد خدمات لا يوفرها التنظيم للسكان توفي مائة وخمسة عشر شخصا في اليمن بسبب انتشار مرض الكوريرا فيما يعاني ثمانية الاف وخمسمائة من المرض في وقت تكافح المستشفيات للتعامل مع تدفق المرضى ووفق ما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر فان الارقام التي تم جمعها من وزارة الصحة اليمنية هي بين السابع والعشرين من نيسان ابريل والثالث عشر من مايو مقارنة بألفين وثلاثمائة حالة في عشر محافظات الاسبوع الماضي قال الرئيس الفرنسي مانويلا مكرون ان العالم بحاجة للمبادئ والقيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية واضاف مكرون في كلمة القاها عقب لقائه رئيس بلدية باريس ان لديه ارادة لجعل باريس عاصمة عالمية للاقتصاد مشيرا الى انه سيدعم الاقتصاد الذي يقوم على التكنولوجيا والابتكار من جهة اخرى اوضح الرئيس الفرنسي الجديد ان حكومته ستنتهج طرق امنية مبتكرة لحماية الفرنسيين من الهجمات الارهابية انقذ خفر السواحل الايطالي اربعمائة واربعة وثمانين مهاجرا من قوارب في البحر المتوسط وانتشل جثث سبعة رجال لقوا حتفهم اثناء محاولتهم الوصول الى اوروبا وقال خفر السواحل ان المهاجرين كانوا يستقلون اربعة قوارب مطاطية وتم انقاذهم عن طريق خفر السواحل والبحرية الايطالية ومجموعة اغاثة وسفينتين خاصتين دانت دولة الامارات اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستينيا جديدا مؤكدة ان التجربة تمثل تحديا لقرارات مجلس الامن الدولي وتهديدا حقيقيا للامن والاستقرار العالمي واكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضرورة المحافظة على القواعد المانعة لانتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم اكد الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان حكومة دولة الامارات هي حكومة نتائج وان اهم نتيجة تسعى للوصول اليها هي تقديم افضل الخدمات الحكومية في العالم لتسهيل حياة الناس وتحقيق سعادتهم الى اللقاء